اشتركوا في القناة مبروك للمصدرين التونسيين مبروك للمؤسسات التونسية المصدرة بافتتاح هذا الخط الخط هذا اكيد انه مش يكون عنده مردودية ايجابية على صادراتنا على الترفيع صادرات التونسية نحو السوق الروسي اللي هو سوق واعدة السوق فيها عديد الفرص بالنسبة للمنتوجات التونسية خاصة في قطاع الفلاحة وصناعة غذائية وقطاع النسيج والملابس وكذلك الصناعات التقليدية احنا تقريبا نصدر بحوالي 22 مليون دينار بارقام سنة 2015 ونورد تقريبا 2500 مليون دينار يعني ميزان تجاري غير متوازن اكيد لكن ان شاء الله انه والصادرات مثل تقريبا 80 او اكثر من 80% هي صادرات مواد فلاحية وصناعات غذائية لكن ان شاء الله بافتتاح الخط هذا بتشجيع المصدرين كذلك احنا كمركز نطب الصادرات عن طريق الصندوق اللي نتصرف فيه اللي هو صندوق نطب الصادرات منش نقدمه دعم للمصدرين والمواسطة التونسية تخفيض على كلفة النقل تقدر ب33% معنا الثلاث تقريبا من كلفة النقل يتحملوا صندوق هذائيا بالنسبة للمواد فلاحية وصناعات غذائية و25% بالنسبة لقطاعات الصناعات التقليدية وهذا ان شاء الله كله كما قلنا تخفيض الكلفة والاختصال الاجال ان شاء الله مش يكون ما يكون كان عنده كان مردودية ايجابية على صادراتنا التونسية نحو السوق الروسية الخطة ذايا جاء كفكرة للمصدرين التونسية لتصدير المنتوج الفلاحي والغذاء الصناعي قلنا أسفيقس نبعده على رادس عفيموج هو نطاق المركزين وطبعا زاد ميناء رادسا وميناء مكتظ ولهناء أسفيقس زاد أقرب المنتوجات اللي بيش يتصدر هي أقرب الهناء أسفيقس هذي يخليك ينقوله أقرب معناتها التكلفة أقل طبعا الميزة الثانية منتع الخطة هذي بيش نمشيه النوفورسيسك ما نمشيه السان بيترزبورغ علاش بيش نعملو مدة رحلة أقل من المدة لمدة الرحلة البحرية المعمول بيها تاوي هذي زاد من شأنه بيش يقلص التكلفة ينقلصوا في التكلفة منتع النقل طبعا قلصنا في التكلفة منتع المنتوج التونسي بيش يكون مروج مليح في الأسواق الواعدة هذه وأنه يزاحم المنتوجات منتع البلدان الأخرى في السوق الروسية كيما قلت لك هي منتوجات فلاحية مثلا الخصص في النارية البصلة الطماطم طبعا فيما سيناعية غذيةية كيما الحال قمت عنها الشامية تتصدر هذوما لكلهم الزيت الزيتونة معلب وهذا ينعمل عليه برشا التمور القوارس بأنواحها الكل الغلال في الفترة متاحة إن شاء الله في فترة صيفية يعني هو المنتوج التونسي أنه بيش يتواجد في السوق الروسية وخاصة أنه عن طريق دار المصدر ووقع الحضور متاع برشا مصدرين في المعاضر اللي صارت في الغرض هذه في روسيا اشتركوا في القناة